وندعوكم لمتابعة محور آخر ضمن موضوع النقاش طبعا قمة الجزائر قمة ناجحة بشهادة الجميع وبحسب كل المعطيات والمؤشرات وعلى أبرز تلك المؤشرات والمعطيات مشاركة كل العرب دون أدنى مقطعة والتعرض إلى المشكلات دون أي إقصاء مع التوافق التام على إعلانها الختمي دون أي تحفظ قمة جسدت شعارها لم شمل العرب وارتقت إلى مستوى تطلعات الشعوب العربية الحالمة لإيجاد حلول لعديد مشكلاتها وتحدياتها السياسية الاقتصادية الأمنية وأكثر نتوقف في نقاشنا اليوم عند أهم ما جاء في إعلان الجزائر الختمي مع ضيفتنا في البلاتو دكتورة فلا قزدالي باحثة في العلاقات الدولية مجدداً أرحب بك السباح الخير يوسف أهلاً وسهلاً أهلاً إذن دكتورة بداية قل ما يتوافق العرب بهذا الشكل الذي ظهر به إعلان الجزائر والذي لم يتضمن أي تحفظ على كل ما جاء فيه كيف تقرأنا ذلك؟ قراءة بيان الجزائر يجب أن تأخذ من بعدين البعد الأول متعلق بتكيف هذا البيان مع أولويات وتحديات العسر لأول مرة الجامعة العربية تتعرض إلى مواضيع خارج الشق السياسي الذي غالباً ما خلق خلافات كبيرة بين القادة العرب في بعض الأحيان وكانت هناك حتى بعض القمام السابقة التي شاهدنا فيها حتى ملاسنات بين بعض القادة العرب. هذه المرة لاحظنا أن الجزائر حولت اهتمام القادة العرب عن المسيس إلى السياسي لأن هناك فرق بين المسيس والسياسي خرجنا من تلك الصراعات السياسية التي أخرت كثيراً ووضعت كثير من المطبات في أولويات المنظور الإقليمي العربي إدخال العناصر التي رأيناها في الباية الختامة المتعلقة بالمناخ المتعلقة بالاقتصاد متعلقة بالغذاء في المنطقة أحطى المزيد من الانتعاش لهذا البيان وأظهر أن الجامعة العربية الآن أمام منعطف متعلق بضرورة تكيفها وإصلاحها مع التحولات العالمية والإقليمية المدخل الثاني الذي يمكن أن نقرأ منه هذا البيان أنه جاء شاملاً لاحظنا أن بيان الجزائر لم يستثني أي اقتراح أو أي مقاربة لأي دولة عربية تقدمت به فلاحظنا أنه أخذ مختلف اهتمامات الدول العربية ودعم مختلف المناسبات التي يمكن أن تكون في دول عربية أو التي ستشرف أو ستنظمها الدول العربية كل هذا جاء في سياق أخوي في بيئة توفقية لأنه ربما هذا هو الشيء الذي نادت به الكثير من القراءات العلمية حول الجامعة العربية أنه يجب أن تطغى عليها البيئة التوافقية لأنه فكرة الإجماع التي كرست نوعاً ما لنوع من الانغلاق افتخاذ القرار حاولت الجزائر بكثير من الدبلوماسية السليسة أن تعطيها أو أن تقوم بتكييفها وفق أفاق أو بيئة توفقية هذا الشيء الذي أعطى شمول لبيان الجزائر أو لقمة الجزائر أو البيان الختامي باعتبار أنه جاء متوباشياً مع شعارها وهو لم الشمل شاملاً للم الشمل نعم وهو ما ظهر جلياً في ختام القمة العربية لو نعود لبعض أهم مخرجات إعلان الجزائر ألا تعتقدين بأنه إعلان إن صح القول تاريخي يعني كحدث هو حدث تاريخي باعتبار أنه عاد لدعم الشرعية في كل بؤر التوتر العربية مع حصول الإعلان على توافق عربي أين يسجل للمرة الأولى حديث العرب عن حلول عربية لمشاكلهم باعتبار أنه منذ قرابة عقد من الزمن والمنطقة تتجذبها العديد من الاستقطابات العالمية والإقليمية صحيح لأن الحلول العسكرية لأن التدخل العسكري الأجنبي لأن التجذبات السياسية والإيديولوجية أثبتت فشلها والأدهى أنها قد ساعدت إنما تكون هي السبب الأول في دخول المنطقة العربية في صراعات وفي مشاكل تدعياتها صعبة الحل يعني لا يجب أن نكون مثاليا لأن الخروج من مرحلة إلى مرحلة لن يكون بالأمر السهل الإيجابي في قمة الجزائر أن قمة الجزائر قد وضعت يدها على مكمن أو مكان الألم وبما أنها قد قامت بذلك فهذا سيكون أول خطوة في إصلاح الوضع العربي في إصلاح الوضع الإقليمي العربي الآن ما يتبقى للدول العربية هو الالتزام الجدي والمساهمة لأنه هو عمل تراكمي تبقى أن قمة الجزائر قد مهدت لمسار طويل باعتبار أنه الآن إذا كانت الدروس المستشفة من التجارب السابقة لم تأخذ بعين الاعتبار فهذا يعتبر فشل في إدراك الدول العربية لأولوياتها الأمنية قمة الجزائر جاءت لإعادة تقديم قراءة لأولويات العرب الأمنية بأبعادها المختلفة ببعدها العسكري، السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي، الثقافي دون أن ننسى صحي لأنه مخرجات كوفيد أو تداعيات كوفيد 19 ما زالت لحد الآن موجودة ونراها على المنطقة العربية تجاوز هذه المرحلة يجب أن يكون بشكل جماعي ثم من بين أهم ما جاء في البيان هو أن وضع حد للتدخل العسكري الأجنبي وشرط من شروط الاستقرار في المنطقة وهو الأمر الصحيح بما أن التدخل العسكري الأجنبي لم يجلب معه إلا المزيد من المرتزقة، المزيد من المسلحين، المزيد من تجارة السلاح اللاشرعية المزيد من الجامعات الإرهابية والانفصاليين وهذا انعكس على بناء الدولة أو بنية الدولة في المنطقة باحتبار أنه لاحظنا دول خسرت رصيدها الاجتماعي السياسي مثل ليبيا، مثل اليمن ودخلت في صراحات لاستفاقة السياسية وإنما اجتماعية وأخذت البعد الإثني، الهوياتي، الديني، الطائفي لأنها أخذت جرعة معنوية لكي تتمكن من المواصلة سياسيا وهزكريا في سياق ذات الفكرة، رفض الجامعة أي تدخل أجنبي في شؤون العربية الداخلية كان ربما نقطة خلافية في السابق ومع ذلك وجدت توافق عليها في هذه القمة ألا ترين بأن ذلك بداية للحلول العربية العربية؟ هو بداية، لماذا؟ لأن الوقت كان كفيل بإثبات بأن الحل العسكري ليس فقط محدود وإنما منعدم النتائج ربما هو أداة جراحية لإيقاف نشاط معين لجماعات معينة ولكن كحل جذري لا يمكن أن يكون فعالا بشكل نهائي بمعنى أن الوقت كان كفيل في هذه العشر سنوات الأخيرة لأن يثبت للدول العربية بأن الحل العسكري هو مجرد ميكانيزم أداة للانتقال من مرحلة إلى مرحلة أو لإدارة شيئا معين أو وضع معين أو التعامل مع جماعة معينة ولكن باعتباره استراتيجية شاملة فهذا لم يكن صحيح بما أن تبنيه كاستراتيجية معه في وقت نقدر نقول عليه بالقصير أثبت محدوديتها وليس فقط في الجانب المتعلق بإدارة الأزمات وغير ذلك ولكن حتى في الجانب المتعلق في أولويات الدول بما أن أولويات الدول الآن لم تعد مرتبطة بقدرتها العسكرية وإمكانياتها العسكرية لا نقش قوة الدولة فقط بما تملكه من قوة عسكرية وقدرات عسكرية ولكن في قدرتها على إرساء التجارب التنموية على إنجاح التجارب التنموية على بناء علاقات متميزة مع مختلف الفضاءات وهو ما أكدت عليه قيمة الجزائر التي ركزت على ضرورة تعامل الدول العربية مع مختلف فضاءاتها الإسلامية الأورو المتوسطية والإفريقية والإيمالة الأسيوية والأميروكو اللاتينية لماذا؟ لإعتبار أن أولوياتنا متشابهة مع هذه الدول ثم حتى بعض الجوانب في تاريخنا متشابهة وهو ما يمكن أن يؤهل هذه الدول لأن تدخل في مشاريع شراكة أو في مشاريع ربما تكملية معينة لأنه شارع اليوم يسمى بالإقليمية الجديدة لا يشترط القرب الإقليمي أو القرب الجغرافي يمكن حتى أن يكون في إطار بين قراتي التوافق على الحلول السياسية دكتورة فلل للمشكلات العربية ووضع ربما حد للتدخلات الأجنبية نبقى دائما في هذه الفكرة أمر إيجابي طبعا لكن هل سهل تنفيذه على أرض الواقع إذا ما علمنا أن هناك مصالح متداخلة؟ لماذا؟ هو صعوبة موجودة وهي صعوبة معقدة ليس فقط صعب ولكن صعب ومعقد في نفس الوقت لماذا؟ لأن الفترة الطويلة التي قضاها العرب بعيدين عن بعضهم البعض خلقت لهم تصورات مختلفة لكل دولة على حدة لكن الأساسي أن هناك قاعدة يمكن أن ترتكز عليها الدول العربية لا يمكن القول بأن الأمر صعب سيأخذ ذلك وقت مثل ما أخذ الاحتراف بمحدودية الحل العسكري وقت لأن التجربة كافلة بأن تثبت فعالية أداة معينة أو فشلها فأظن أن قضية التبني التام والمطلق لمبدأ تجاوز الحل العسكري يحتاج وقت ويحتاج في نفس الوقت حمل لبناء وعي لدى الأفراد ولدى إدراكات صنع القرار إذا أدرك الأفراد إدراكاً صحيحاً يعني المجتمعات إذا صدقت بهذا المبدأ فصنع القرار سيصبح لهم فقط قضية تبني هذه القناعات الشعبية بالتالي هو ليس بالأمر السهل لكنه ليس بالأمر المستحيل في نفس الوقت لأنه كانت هناك أقاليم الصعب تمر بعدوات وليس فقط خلافات وتجاوز إذا تحدثنا عن التاريخ الفرنسي الألماني فهو من أبأس التواريخ الموجودة بين دولتين في الحرب العالمية الثانية أعلى مستويات العنف التي عرفتها مرحلة الحرب العالمية الثانية كانت بين فرنسا وألمانيا اليوم نشوف أن فرنسا وألمانيا هي قاطرة الاتحاد الأوروبي طبعاً بالرغم من المحدودية التي هو عليها الآن الاتحاد الأوروبي ولكن يبقى أنه تجاوزه لهذا العدوة لم يكن بالأمر المستحيل رغم أنه ظاهرياً كان يبدو مستحيل ولكن عملياً كان هذا ممكن بالنسبة للدول العربية لحد الآن يمكن القول أن الخلافات هي خلافات مسيسة بالدرجة الأولى وهي الطبيعية لأن كل دولة تملك تصور معين تملك أولويات معينة تملك خصوصية معينة وهذا شيء طبيعي في العلاقة الدولية يعني لا يمكن للدول أن تكون متشابهة تشابها مطلقاً النسبية يجب أن تكون موجودة وهي التي تعطي ذلك الهامش من القدرة على ابتكار آليات وأدوات وغير ذلك لإمكانية تجاوز هذه التحديات التي تعيشها المنطقة العربية الآن لكي نتجاوز الخطاب المثالي وندخل في الخطاب العملي يجب علينا أن نبحث عن آليات في الميدان لتقريب وجهة النظر أن لا نكتفي بالقمم العربية كمناسبة للجلوس على طاولة بين الدول العربية يمكن لنا أن نخلق آليات أخرى يمكن أن تسهل على الجامعة العربية مواصلة مسارها هذه الآليات تكون بيروقراطية بحتة أو دبلوماسية أو ربما في إطار دبلوماسية القمة أو دبلوماسية المؤتمرات أو غير ذلك ولكنها ستكون مساهمة على تقريب الدول العربية فيما بعدها البعض الملفات الاقتصادية أيضا أخذت نصيبا كبيرا من المناقشات على طاولة القمة وربما نخص بالإشارة ملف الأمن الغذائي وكذلك ملف الأمن المائي على أساس أنهما تحديات واجه المنطقة ألا يشير ذلك إلى انفتاح القمم العربية القادمة ربما على تحديات غير تلك السياسية لا يمكن فصل بين الأمن الغذائي والأمن المائي خاصة في المنطقة العربية يجب أن لا ننسى أنه اليوم تقارير البنك الدولي تقول بأنه حصة المنطقة العربية هي الأقل في العالم المنطقة المتوسطية والعربية الشرق أوسطية بشكل عام هي الأقل في العالم نأخذ دولة مثل الأردن حصة الفرد فيها هي الأدنى في العالم بمعنى حصة الفرد من الماء يعني الآن دول العربية تعيش ما يسمى بالفقر المائي يمكن القول أن دول العربية تعيش في فقر المائي خاصة إذا ربطنا هذا التهديد مع وجود الكائن الصهيوني في المنطقة الذي نعرف جيدا طموحاته في الهيمنة على الموارد المائية عبر العالم يعني إذا كان أردنا أن نحقق الأمن الغذائي فهو لن يتحقق بأي شكل من الأشكال إلا بتحقيق الأمن المائي وهذا ما يمكن القول بأنه لكن من غير التحدي فيما تعلق بالأمن المائي أيضا الأمن الغذائي نتحدث أيضا عن تغيرات المناخية كل تلك التحديات جاءت على طاولة المناقشات في القمة العربية هذا ربما دلالة إلى وعي مشترك بتحديات المنطقة وهذا هو جوهر السؤال دكتورة فلا سحيح لماذا؟ لأنه حديثنا عن ما يسمى الآن بالأمن المائي وهو ما بدأت به مداخلاتي حين قلت بأن اليوم القمة الجزائر أخرجت اهتمامات الدول العربية من تلك الاهتمامات المسياسة التي تعودنا بأنها ادخلت العرب في الدهاليز الخلاف وليسانوات اليوم اهتمامنا بهذه الأولويات وهي أولويات حقيقية وهي الأولويات التي يمكن أن تلقي بظلالها على مفهوم الأمن الإقليمي في المنطقة وعلى خيارات الدول العربية أكد على أن اليوم الدول العربية قد بدأت تدرك بأن حلها لهذا النمط من التهديدات لا يتم لكل دولة على حدة وإنما بتكاتف الدول العربية فيما بينها باعتبار أنه اليوم الباديل للمياه السطحية هو المياه الجوفية والمياه الجوفية في الغالب هي مياه مشتركة بمعنى أنه هي مياه مشتركة بين دول الجيوار يعني أنه الدول الجيوار الآن مضطرة لأن تتعامل مع هذا الموريد ومع كيفية استغلاله استغلالا صحيحا في تحقيق أمن غذائي وكيفية مواجهة مختلف التهديدات المناخية التي يمكن أن تجلب معها تهديدات متعلقة بالتلوث وغير ذلك أصبح حقيقة والدول العربية لم تصبح تعيش حالة النكران القائلة بأن هناك فقط تهديدات سياسية وعسكرية ولا يوجد تهديدات نمط آخر الجمع العربية بهذا الشكل تكيفت سنفصل أكثر في هذه النقطة في محور آخر من نقاشنا مدوم تباقي معنا لكن قبل أن أختم ألا ترين أن هنا يأتي دور آليات التنفيذ التي أصرت عليها الجزائر هنا نعم صحيح لماذا؟ لأنه استكمال هذا البيان الذي جاء شامل الآن بكل ما لمسه وما أحاط به من أولويات للمنطقة العربية لا يمكن أن ينتقل إلى بيان فعال إلا من خلال تبني آليات الآن كما قلت الأمس أن هذه الآليات هي اجتهاد للدول العربية ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون ثابتة وغير قبيل التغير اختبار الآليات كافل بأن يؤكد إذا كانت صالحة أم لا التفعيل بعض الآليات الموجودة ثم خلق آليات للاتصال بين القادة العرب أو بين الخبراء العرب لأنه دور الخبراء مهم جدا في تقديمهم لقراءات لأولويات الأمن في المنطقة في تقديمهم لمجموعة تقارير ربما لبعض المنظمات لمراكز البحوت كل هذه الآليات يمكن أن تساعد في بناء الأمن العربي الإقليمي المشترك أو على الأقل في بناء تصورات أمنية مشتركة حتى وإن لم تكن موحدة يمكن أن تكون مشتركة يعني الآن لا يمكن أن نستثني أي طرف الإعلام، الجامعات، الخبراء، المجتمع المدني كل مطلبي الآن يمكن أن يساهموا في بناء هذه أو في تفعيل هذه الأهداف تجسيد هذه الأهداف شكرا لك على كل هذه الإضاحات أبقي معنا محور آخر ينتظرنا للنقاش فيه بعد الفاصل